بسم الله الرحمن الرحيم كان فيه نوكترس ريها وانا هسجل الفيديو على طول ان في واحد في مقبل التوظيف بيسأله انت بتعرف انجليزي ولا فرنساوي اللومان دي اللومان دي يعني ايه اللوم الاثنين فالمهم يعني الانجليزي يعني مصر بقى عمل ذاكر انجليزي وبتاع وطب بطلع حاجة كويسة في المدرسة وكده اول يوم نزلت كاتر كل ما اتكلم مع حد لا نفس شو ما حاجة في الانجليزي دخلت الهر عملت زي ما قبل التوظيف ديت هم بتكلموا بطباعية انما انت في مصر بتكلم صحفك واحفظين الاسئلة يعني حافظ انت هتقول لها واس يور نيم هيقول لك ما نيم اس كزا وير اريو فورو الاسئلة خلاص هم كام كلمة حافظينهم وفي مصر حابنحفظ الكلمات ما بنحفظ جمل ما بنعرش نكون جمل بس حافظين كام كلام كده فلما بيكلم بسرعة معك بتلاقي نمسك هنكت وبعدين بقى تقعد تقول هي وشي وات ووز ولا وير وتلاقي الراجل نام منك وبيكلم في موضوع التاني وثالث وانت لست في اول جملة من نص ساعة فكان موقف بايخ وكانت لعت فوق فلاقيت واحد كده اول 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 واحد هندي اللي هو بيكلم بسرعة وفي حروف كترة وش موجودة فههه عملت كده زي احمد شفيق فبعد بطرة كده الحمد لله ربنا كرامني وتعرفت على واحد مصر محترم جدا معايا في القسم يعني اسمه خلق كوكا فكان نقواص جدا في الانجليزي ونصحني كده كان نصيحة بسطة جدا وسهلة جدا فداتني كتير ما بقولش ان انا برفشنا في الانجليزي وقال لك انت كعملت الفيديو بالانجليزي لا انا لسه ببتدي ولسه كل شوية بتعلم حاجة حلوة بس هو ده النصح جميلة جدا الصراح اول حاجة اقلم ما تشغلش بالك في ان انت تقعد تعمل وز و وير والحاجات دي كلها لان اللي قدامك هو بس عايز يفهم انت عايزيه فانت بنتشغلش نفسك بالقواعد والجرمر وتمسك كتاب وترجع على ما ترد لا مدام في محادثة اتكلم بطبيعتها خالص المهم ان المعلومة توصل للراجل اللي هو الراجل مش بيعمل لك اي حاجة انا اتعاملت مع عشرات الانجليزي وتعاملت مع كتير جدا تريد من هم اتنين اللي كانوا بيحبوا يتنقوا شوية ولأ ده منفروض قال ووز و وير والحاجات ديت لا انت هي اوتوماتيك كل حاجات تصلح معاك يعني الدمائر والحاجات دي كلها اوتوماتيك مع المحادثة بتتصلح لوحدها تمام الحاجة التانية برضو انا سألت انت ازاي كواس جدا في الانجليزي كده انت خدت كورس فينا انا هدفع كل انا اقدر عليه بس بكواس في الانجليز زيك قال لي بص انا ما خدش والكورس في حياتي ولا روحت اي مكان ولا الجامعة الامريكية ولا الكندية ولا حاجات دي انا كل اللي انا كنت بعمله ان هو كان بيتفرج على الافلام بترجمة انجليزي او من غير ترجمة انا كنت متخيل الموضوع شبه مستحيل فهو قال لي لا تبتعال انجرب كده انفرج على فيلم طول انا بص انا انا حلو اقو 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 بفرج على اي فيلم انجليزي وافهمه بس يكون في ترجمة بالعرب قال لي لا احنا هنفرج على فيلم زي تيرمينال فيلم ده قصة ايان واحد ايراني اتوقف في الصالة الاستقبال في مطار واعد 16 سنة لان هو كان حصل الصورة الايرانية فهو ممكنش عارف يدخل الى اخرك بعد 16 سنة في صالة المطار لحد ما الامور اصلاحت وعرف في رجع بلاته ففرجنا فعنا على الفيلم وكان مثلا في جملة مثلا كبيرة ما نفهمهاش يروح مقافها وانجي اسمحة تاني والحاجات ده كلها فهي الفايدة من الفيديو ده كله ان انت حاول تتفرج على فيلم من كارتون سواء بترجمة انجليزي او من غير ترجمة خرص الترجمة العربي انت بتقرأ الكلام فمخك تلقائيا ما بيسمعش او ما بيركس في السمع لانه خلص فيهم الكلام بالعربي انت ممكن بداياتا تدور على فيلم انجهزي كنت سمعته بالعربي وحافظه انا في افلام مثلا زي الاسد الملك ليون كينج ده انا حافظه بالعربي ممكن اسمحه لك حافظه حافظه يعني لما كانش فيه فيلم غير يوسعت لما جمناع الكمبيوتر فكنا ليل النهار هو ليون كينج ليون كينج ليون كينج ليون كينج وبذلك الجزء الاول لانه كان بصوت محمد هينيدي فانت ممكن تجيب فيلم يكون انت حافظه بالعربي وتعطي تسمعه مثلا بالانجليزي من غير ترجمة هتلاقي بدأت الخلايا المسؤولة عن الترجمة في العقلة تبدأ تشغل فتبدأ اوتوماتيك بعد كده انت لما تقبل اي حد انجليزي هتلاقي الكلام بيتفلتر هو الرجل الانجليزي انا الرجل الهندي دوت في الاخر عرفت انه كان بيقول لي انه هو اسمه زي اسمي هو اسم عمر خين زي ما نسمع عمر هو اسم عمر خين فحاول تنزل افلام انجليزي وبالذات افلام الكرتون لانها بتبقى بطيئة ما بتبقاش بتتكلم سريعا وما فاش مشاكل خالص بالنسبة الناس اللي بنعترض على بعض الحاجات لا ان شاء الله بتلاقي افلام افلام كواسة جدا افلام الانيميشن ممكن تكون انت مثلا مهتم بالافلام القتالية بالافلام الافلام بعد كده واحدة واحدة ما تحط الترجمة عربي لما ترجمة انجليزي لما تسمعه ثلاث مرات مرة بترجمة عربي ومرة بترجمة انجليزي ومرة مغير ترجمة بحيث تمرين صعب واخر منك وقت بس اخليك قوي جدا في الانجليزي كانا خدت جرساتك واحاول تردد مع الراجل يعني ممكن مثلا تسمع جملة وتروح موقف الراجل قال ايه؟ خلاص تبدأ تقولها فلسانك ياخد وتلاقي تلقائيا بدأ انت تلتزم بحكاية ويل ولا وود ولا كان ولا كود ولا ووز ولا وير كل الحاجات ده تزوط معاك لما تسمع حاجات بالانجليزي وربنا يسر ان شاء الله وتستفيد من العلم دوت وتبدأ تترجم وتفيد الامر